الإيجارات في البقاء ارتفعت بعد شهور من الأزمة صبر أصحاب المنازل نفذ أخيراً والمستأجرون أصبحوا أمام مأزق معيشي جديد عم نعاني كتير كتير بهالموضوع عجار البيوت كل شهر عبيرتفع 200، 300، 200، 400، 600 بين الشهر والشهر أنا كان 300 دولار أنه 450 ألف قلتين نوم وصالح ومطبخوا حمام بعد فترة إجا صاحب الملك بدو يزيد أنه دولار ارتفع لأنه ما في مشكل 450 صارت 600 صارت 800 هلأ صارت مليون ومئتين ومن وموافق بدو يطلعني من البيت يعني أنا شغيل معاشي مليونين مليون ومئتين أجار بيت طالع علي كهربة موتير 600 ألف كهربة دولة 50 ألف وأجاري مليونين أنا كي بدي أكمل إذا أجار بيته حجر عبي ياخده كهربة أنا عم بدفع ماء أنا عم بدفع متير أنا عم بدفع للدولة كهرباء الدولة أنا عم بدفع شو اللي يزيد عليه هو عبي ياخد أجار الحجر طب هو شو سيد بيجي بيقولك ما بقي يقدوني حق جلون زيت لأي أنا كل شهري بدي يقدوني حق جلون زيت أو أو 20 لتر مزوط وأني نتغاز ما بعرف شو بدي أعمل هلأ أنا وقع أنا وياب قصة أنه بدو ياخد دبل الأجار ليخليني للاقي بيت بس هذا شرطه هلأ لمالكي المنازل وجهة نظر مختلفة هم في الواقع يعانون أيضا بسبب الوضع الاقتصادي المترد في البلاد صابروا تحملوا تفهموا حالة المستأجرين لكن من يتفهم حالتهم الآن الملك لأ الله بس كمان يعني صاحب ملك على الأجار الأديم 200 ألف تقريبا أو 250 ألف زيتوا يعني من المتين وخمسين تقريبا للأربعمية أربعمية وخمسين مش كتير حصا أنا بوضع المستأجير ما عم بيكفوا نص الشي بس شو بدك طعمك مش رح أكله أشرب من وراء الأجار يعني معاشي طعمي ويصل الأجار البيت إن زبقك تقبض مليون ليرة بك تحطهم بس على أقل شي حق قنينة غاز ورب تخبزوا دخانيتك مش أكتر من هك أنا ما تخولي من بره بشتغل بره بويا سيارات ما بويا كذا شو ما كان متل ما شفتني يمكن فتورة كهربية متير عبتجي مليون واربعمية مش عبتدور براد مش عم نستعمل براد حتى نماء السخن مش عم نستعمل وعبتجي مليون ليرة تسألوني على الماضي ومات وما عاد هيا دولة عبتحكيني إذن في البقاء المستأجرون وأصحاب الملك يواجهون الأزمة بشكل متوازن فمتى الأزمة تحل حتى يحظى هؤلاء بالأمان وبأقل حقوقهم كمواطنين في وطن بات يفقد فيه المواطن تدريجيا كل مقومات العيش ترجمة نانسي قنقر